جهود متواصلة تفزلها القيادة السياسية في مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على جميع المستويات وكانت مصر من الدول التي آلت على نفسها منذ اندلاع الصراع عدم المتاجر بقضيتهم وثبات على موقف واحد هو ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وكانت مصر أول من تصدى لفكرة التهجير القصري وسعي لتسوية سياسية قوامها وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات للمحاصرين في غزة وحل الدولتين ستظل إغاثة الشعب الفلسطيني هي عنوان تحركات مصر السياسية والدبلوماسية والإنسانية دائما وأبدا تحركات تدعم الأشقاء دون المتاجرة بأرواحهم وترفض سياسة فرض الأمر الواقع من أي طرف كان مهما بلغت التحديات في ضوء تلك العقيدة وذلك الموقف أكد الرئيس السيسي عزم مصر دفع كمية من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم بوسالم وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وخلال اتصال مع نظيره الأمريكي جو بايدن أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية كما شدد الجانبان على رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع فكدات الرئيس السيسي جاءت لتذكر الجميع بثوابط مصر إزاء قضية العرب ثوابط ستظل حائط صد أمام أي محاولات لتصفية القضية أو لعزل قطاع غزة عن العالم وبالطبع لا مجال للحديث عن مقترحات تهجير لا في الماضي ولا في المستقبل قريبا كان أو بعيدا وإمعانا في التمسك بالثوابت شدد مصدر رفيع المستوى على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني مؤكدا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنصيق مع السلطة الفلسطينية وأضاف المصدر رفيع المستوى أن استئناف إدخال المساعدات عبر معبر كرم بوسالم جاء من منطلق حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق آلية متفق عليها وهو الأمر الذي رحبت به الرئاسة الفلسطينية من جانبها إلى ذلك سيظل معبر رفح مصري فلسطينيا مهما حاول أي طرف قلب الحقائق أو التحايل عليها